مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي صدمة الفيطان صدمة الفيطان راح كل مربي خصو يكون عارفها صدمة الفيطان ماشي تشدو الانب ديالكم وتحيدوهم على الام ديالهم مباشرة اولا خصو نعرفو باللي الفيطان خصو يكون 35 يوم 35 يوم كيفاش نحصلو على هذا 35 يوم كما كتشوفو معايا هادو راح وصلو هاد النهار بالضبط 34 يوم 34 يوم كافية اناني غدي نفطنهم دبا انتحتو على الماكلة ديالهم يعني الاكل ديالهم كيفاش نتعاملو معاهم بالنسبة للبلديين وبالنسبة الروميين ان كينتعامون مع البلديين بوحدهم والروميين بوحدهم بالنسبة الهاد الخلفات هادو كما كتشوفو معايا همار راهم باقي لهم واحد تقريبا واحد عشريا لا هادو لا هادو امار امار كياتو معامهم لا هادو بالنسبة القضية ديال الفيطان اللي تحدثنا عليها يعني في 35 يوم خاص تكون فيها شروط خاص الام لان الام كتولدها لها 33 يوم منين تكون يالله ولدت الام سنشوفو الحالة الصحية ديالها باش يلا كانت مزيانة ممكن اننا نعطيوها لذكر وبنعطيوها لذكر نقيدو لذات باش ماشي الام تكون باقي عاد كتصغر كتصغر في الصغر ديالها اللي هم في هاد الحجم هادا هاد الحجم هادا لا تبارك الله صافره والله كي يكل بوحده ومره مره كيردع من امه مره 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 كيكون مره كيردع من امه منشدو احنا يا ونولد والام تكون حاملة وتولد والصغر كينين في بيت الولادة تخيلو على كارثة كيفاش ديرها هاد يرا كانت نسميه هنا كارثة ما تخليوش واحد الاخطاء صغيرة يعني تضيعلكم لا 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 خاص اول حاجة هو التدوين التاريخ علش تدوين التاريخ؟ اذا احنا عارفين بالام غادي تولد على ثلاثة وثلاثين ولا ثلاثين واحد ثلاثين اثنين وثلاثين ثلاثة وثلاثين اذا هي كتولد ديمة في الواحد وثلاثين مثلا نخليو منين تولد نخليوها واحد العشرية يعني كسفور احنا كانت نسميوها يعني كريزيرف يعني لاش؟ غادي نخليو الام هاد الصغر ديالها إذا خليناهم معها خمسة وثلاثين يوم خمسة وثلاثين يوم غادي تكون احنا يعطيناها واحد وحد المساحة ديال عشرية اللي غادي تقدر تولد فيها وخالف اطنوهم معها خمسة وثلاثين يوم هرا بقي اللي غادي يكون بقي الليها عاد شحال؟ واحد سيمانة يعني غي هديك غادي تقلسها بوحد دا باش تولد وخحنا تطنوهم على خمسة وثلاثين يوم لاحظت كيفت الفكرة يعني وكل الانثة خسنا نقيدولها هي تقريبا على شحة كتولد لأن الانثة لي كتولد مثلا على ثلاثة وثلاثين يوم سبحان الله كتكون في الدورة الجاوجة تهي كتولد على ثلاثة وثلاثين يوم هي كتبقى الحالة الصحية ديالها واش راهها مزيانة ولا مراهاش مزيانة أرنا الفيطان والصدمة دياله احنا نقولوا مثلا شدينا الصغار في النهار خمسة وثلاثين يوم صافي حيدهم مباشرة ذاك الليلة غادي تجي يوم طويلة وغادي تجي يوم قاسحة لهم يعني كيفاش تعملوا مع الفيطان؟ في ذاك خمسة يام الأخرى يعني خمسة وثلاثين يوم يعني في ثلاثين يوم مبقوا تحيدوهم يعني تمشوا تحطوهم ياكلوا ببحدهم على الشكل هذا وتردوهم لمهم في العشية لمدة أش مدة خمسية علاش باش يتعودوا يعني يضلوا نهار كامل يعني كياكلوا بعيدا من الأم ديالهم وفي العشية يعني في المساء ممكن أنكم تردوهم لأم ديالهم بهذا الشكل غادي يكونوا هما بدوك يتعودوا أنهم يبعدوا على الأم ديالهم وانتم معينكم ميزانكم منين تشوفوهم صافي لأن في الحقيقة هدا التربية ديالآري كتختلف من 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 يعني أم الأم منين تشوفوهم بدوك مكيردعوش منهم يعني كياكلوا من العلافة لأنك تكون عنافة وحدة مره مره كيبدوتهم كياكلوا معاها كيتخشاوا معاها هي كتخليهم وكتضربهم وكتكونوا ديرين علالmusة في حالة الشكل كانت وحدة صغير راهويلة كتشوفوها هم خشي معا العلافة ديال الأم ديالك كتخليها يأكل بسكينة ما كتضرّوش وكيتكون هي كتتاكل وفي نفس الوقت هما كيردعوا منها هذا الحالة راه ضاقين موصلوش الحالة للفيتان كيتشوفوهم صافي لم يبقاوش كيردعوا منها صافي هذيك رأى وصلوا لحالة الفيطام يعني مرحلة دي الفيطام راهية هذي منين تكون مرحلة الفيطام الخمس يام الأخرى والليوا تدخلوهم وتخرجوهم يعني تحيدوهم من بيت الولادة وتحطوهم في واحد الكاشف وحدهم ياكلوا وتردوهم لأم ديانهم لمدة خمس يام باش ما يتصابوش ديك الصدمة حال شي 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 والد مني كيبغوا يفطموها بس مو كيدلولو يبقوا ينقصوا ليه الحليب يعني لا 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 يعني الام كتكون هي بينها وبين راسها كتقولك هذي نفطمو مثلا على السكاتر اسمو كتديرلو في السكاتر كتديرلو حيلة كتديرلو في هذي شريحة بحال القطران ولا باش هذيك الولد كيبقيت تفطم ولكن حنا ما نهضروش على السكاتر نهضروع الحليب الحليب كيفاش كتفطمو في الول ماشي من البزولة ديالها لا احنا كنا نضروع الحليب ديال اللي كيتشرب من الفرماسيان ديال الغبرة هذيك كيفاش كتفطمو الأم كتبقى تحيد عليهم كتحيد علي الولدية على الحليب بالتدريج مثلا كتكون كتعطيه مثلا ثلاثة القرعات يعني قرعة في الصباح وفي نص النهار وفي الأشياء كيلي كتطعمتها ربعة القرعات كتقولي كتعطيه ثلاثة شوية كتلاحظ بالدري بدا كيبكي كتردلو أو ثاني كتعطيه الغذليه كتعطيه ثلاثة وكتتلاحظ إلا بقى كيبكي كتردلو عو تاني وكتقى غادية معاه غادية معاه غادية معاه تواحد نار عال باش كتكلو صافي دبا عادي تشرب غيكاس ديال الحليب أولدي صافي باركة عليك منه منه تكت تتحيدلو الحليب غيب شوية بشوية إنه ما يمكنش أي واحد حاجة مباشرة كتوقع لا إحنا هي مشي آلات إحنا هي مخلوقات حية وخحة يوانات مساكنة ربما تمك يحسوه إني الفيطان بالتدريج وفي الأول ما تعطيهم شي حاجة مثلا نصي كاريم ما لا كيكون جهد عليهم نصي كاريم لا ما نصي كاريمش الخبز يعني جاف ولكن بوحد طريقة يعني نقوله بغين دغية دغية تسمنوهم وطقاط عطيهم بزاف كميات كبيرة لا بحل دبعنا هات الكيمية اللي عطيهم هكراها فيها النخالة وفيها ضراء وشوية ديال الخبز مطحون ولكن هات الكيمية دينا ممكن خليها لهم يومين ما نحيتهاش بالإضافة الأشياء الخضراء سي يمكنك عطيهمش بزاف والفصة راه ولكن لاحظوا أنني نوعت لهم علاش لأن باخترات كيكونوا هما يعني يأكلوا حاجة وما يأكلوا شحاجة أنا كان حاول نحط لهم كلهم قدامهم قرار راقبهم يعني كان نشوف هما لمن كيميلوا وشوهم هم اللي كيأكلوا دغية وشوهم هم اللي كيخليوا وكان قنقارن هاد الخلفة هدي ممكن أنها تعطيني نتائج خورا بدلع له هدي هاد الخلفة عاود ممكن تعطيني نتائج خورا ممكن نبقى يعني 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 أي أي أرنب كان نبقى نتمشى معاه على حسب يعني الطريقة اللي بغي هو يعني ضروري أن الواحد مني كيبغي يبيع الأرنب ديالو شي شيء شخص آخر حاولوا أنكم يعني تسولوا الطريقة ديال العيش ديالهم كيفاش لأن كل واحد حدا بقى أنا يمخليهم هنا في البرد يعني كتسمعوا البرد يعني كتسمعوا البرد يعني عشة بسيطة وفوق السطح يعني دايرها ممكن أن نجيب واحد آرنب الخورا ونحطهم هنا ما يصدقوا ليش علاش مولاهم نقولو صد عليهم في واحد في واحد البيت ممهوي عليهم موالهم كيشوفوا الشمش نجي تحطهم هنا غادي يتبدل عليهم نجو ماديش ماديش يصدقوا بالعربية يعني أي آرنب كيخصهم واحد نجو ديالهم خاص بهم ما تحولهم ش ما نجيها الجاة التعويض هي قضية ديالتعويض إذن الحلقة ديالنا هي دي ما تنسوا الناس بتزير الجام كان نعتادل على التعاليق ما كان نجوش عليها لأن كما كلكم عندي شي مشاكل في الكونيكسيون الفيديوهات نحاول أن نحط لكم بشكل يومي ولكن التعاليق إن شاء الله غادي نقنع الرد عليها في أقرب وقص وإن شاء الله نقنع نديل شي حلقات ديال المباشر إن شاء الله إن شاء الله النسي ما زي ما شاركوش معنا شاركو معنا قناة غادي بالدعم ديالكم كنشاركو بزا فعل التعاليق طيبة ديالكم اسكي ولا زر جام بشتساندوني وسكي ولا زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة ترجمة نانسي قنقر